من شيوخ الإمام الذهبي المقدرين جداً عند الإمام الذهبي ويحترموا ويثني عليه كل ما ذكروا شيخ الإسلام بن تيمية قال الإمام العالم رفت الحجة الإمام شيخ الإسلام بن تيمية قال عالم في التفسير وفي الحديث وفي القراءات كأن الله سبحانه وتعالى جمع له الأمة بين يديه فهو يأخذ ما يشاء ويدع ما يشاء ده الإمام الذهبي الأثنى عليه وقال ابن سيد الناس لو حلفت بين الركن والمقام أنه لم يرى مثل ابن تيمية بل لم يرى مثل نفسه لما حنثته هرفت الإمام الذهبي قال قال وما علمه إن ابن تيمية ناظر أحداً فانقطع يهود نصارى نجمهم أشاعر نجمهم صوفيا نجمهم قدري ينجمهم شيعة نجمهم بل قال كان أهل البدع والضلال بيجي يقعدوا لابن تيمية عشان يستفيدوا منه في مذاهبهم هم ذاته عنده كتاب اسمه نقضى المنطق المنطق ده كله العرض والجوهر والداخل والخارج ويلزم وما يلزم ولازم اللازم هل هو لازم إذا لم يلتزم به صاحبه أم هو غيره لازم إذا لم يلتزم به صاحبه كلام كله نجر ابن تيمية مسك الكتاب المجلد التاسع من الفتاوة مسك الكتاب كده بس عاليه رد عليه من بين العصر للمغرب كتاب كامل رد عليه بس في محلو دي انت عارف الكتاب ده الليلة انت لو دار تقرأه وقال يا ساي دار لك كم يوم ابن القيم قال وكان ابن تيمية يكتب في اليوم ما يكتبه النساخ في اسبوع في اسبوع عرفتها؟ قال وما وكنا قال إذا ضاقت بنا الدنيا ما هو إلا أن نذهب إليه فنراه ونسمع كلامه فيفرج الله ما نحن فيه قال مع ما كان فيه من ضيق العيش عشان كده العلماء قالوا حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث ابن تيمية ده أبو في المجلد الرابع من الفتاة ابن تيمية حكى عن نفسه أبوه قال والكلام ده مش ذكره من باب التعالي على الناس لكن بيذكر انه بعض مرات انه في حاجة يذكرتها سنة كده وبيذكر معاه القصة عشان يوريك انه ضابط وده في مصطلح الحديث معروف بالحديث المستسأل مهم فابن تيمية رحمه الله أبوه سائق أخوانه ماشين يتنزه في البساتين وهو كان صغير قال له أرح قال له أبو يخليني وكان شايل معاه كتاب لما نجوا راجعين قام قال له قال له ما كان هاسي تمرق مع أخوانك وتفرق يعني معنا الكلام قال له استفدت خيرا من ذلك قام سلم أبو الكتاب قال له الله أفتح من أي صفحة افتح يقول ليه يسمع يسمع تاني من النص يسمع من الطرف قام قبل بين عينيه وقال يا ابني لا تخبر به أحد واحد من العلمة ده في ترجمة ابن تيمية رحمه الله واحد من العلمة كان بيسمع بأنه في فتاة اسمه ابن تيمية قاله الزول ده خطر مرة واحد قام مشاء سأل له واحد سأل له واحد قام قال له فيه ولد باسمه ابن تيمية قال له هاي بيجو بيجاي لو قعدت بتلقاه قام ناداه قال له جيب اللوح بتاعك اكتب قام أملع له سبعتاشر حديث قال له جيبين بأسانيدين قال اختار من أصعب الأحاديث قال له سمعين سمعين له كلهم قال إن عاش هذا فسيسود الناس ابن تيمية رحمه الله فكان إمام وحجة ويقطع يخم المناظر ابن تيمية ده لما يرده من الزول إنت لما تضحك ابن تيمية رحمه الله ناغش له واحد شيعي أو ناقش الشيع قالوا طبعا عندهم غلو باطل في الحسن والحسين رضي الله عنهما قالوا في تفسير الآية طبعا تفسير نجر ساكن نجر أخدر قالوا مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان إلى قول يخرج منهما اللؤل والمرجان قال مرج البحرين علي وفاطمة ويخرج منهما اللؤل والمرجان الحسن والحسن عشان نقول لك هلأ سالشيعة عرفت طبعا مناديبهم قاعدين نعارف شفتهم من قبل عرفت لكن زي ما قال لا تثوروا علينا عرفت المهم فخلوا يا أخوان هرطي فقال لو ابن تيمية رحمه الله يا ابن تيمية زكرنا اسمه في ناس يستحضروا لو جبنا الكتاب ممكن تجيك زاكومة في عينك الشمال عرفت فابن تيمية رحمه الله قال له طيب ربنا قال مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا شنو ملح أجاج قال له الملح الأجاج فاطمة ولا علي طبعا الشيعي لو قال علي أو فاطمة بيمنهجه شنو بيكفر طوالي قال فكأنما ألقي محجرا شاكد النازل البكره ابن تيمية لأن ابن تيمية نجمه من نجام لمن عرف الحاصل عرفت فالإمام الذهبي أثنى عليه وذكره في شيوخه عرفته وذكره في سير أعلام النبلاء ترجمة نانسي قنقر